بس دايماً بيتقال إنه لو الأمة تجوزت، لو هي مطلقة أو أرمالها، طبعاً بتضحي بعيالها، تدخل عليهم رجل غريب؟ إيه بها؟ طيب، طيب، أول حاجة أنا ميلة، ما يكونش رجل غريب؟ بالضبط، لا، هو أول حاجة إنه فكرة إنه إحنا دايماً لازم نختار إنه إيه؟ يا دا يا دا؟ يا ولادي يا جوزي أو يا ولادي يا شغلي أو يا كذا يا كذا عارفة زي نفس الفكرة بتاعت إنه قعد زاكر وما تلعبش رياضة، ليه؟ يختار يا بماما أو بابا، أحب مين أكتر؟ يعني ممكن أعمل كذا حاجة وأعملهم كلهم كويس طيب، صورة أنا عايز أليك على حاجة دايماً بيقولك إنه إيه؟ غزباً عن الإبن ما يستحملش جواز مامته؟ ما هي دي كلها أفكار مجتمعية مش صحة؟ أتي عايزة ماما تتجوز والناس تقول علينا إيه؟ ماما هتتجوزها وهو حرام؟ أتي عايزة ماما تخلف وأنا في الكلية كده، أتي عايزة ناس تتحك علينا وكأنها عملت حاجة كبيرة، ليه؟ جريمة بالزبط، فبالتالي إيه اللي بيحصل بقى؟ إنه كتير قوي من الناس عماتاً، في الإجزامبل بتاعنا المرة، دي الأم، كتير قوي من الأمهات في هذه الظروف، مثلاً واحدة تطلق، يعني في الإجزامبل بتاع رادوة ده، هي ماماتها تطلقت من وهي عائلة صغيرة، يعني الأم نفسها كتت عائلة صغيرة، لسه متجوزة، صغيرة، لسه حامل في بنتها الأولانية، يعني دي ما لحقتش أصل، أصلاً تعيش، دي اتجوزت حاملة اتطلقت قاعدة ربي البنت، وقاعدت 19 سنة بتربي البنت، بالضبط، إحنا مثلاً لو قلنا إنها تجوزت وي عندها 20 سنة، ولي دلوقتي بي عندها 39، أو لي عندها 21، ولي دلوقتي بي عندها 40 سنة، مش حقها إنها تلحق تخلف تاني وتتجوز وتتبسط، بالضبط كده، فالفكرة بقى إنه لإن إحنا عندنا الـ concept دي موجودة في المجتمع أصلاً، الأولاد كمان بيبقوا متأثرين بهذه الـ concept أو بهذه الأفكار، يعني دايماً لما يحبوا يعظموا فعلاً من 6، زي أنا أنت بتقولي يا دكتور يقولك إيه؟ دي قاعدت حتى بعد ما جوزها توفى، ما تجوزتش من بعده، ليه؟ وتتجوز يا خلو من بعدي حتى لو أنا موت حبيب، أو حتى لو إحنا اتطلقنا لقدر الله، إيه مشكلة؟ فين التضحير؟ فين البطولة؟ والفكرة إنه هي بتضحي، أنا كل ما بضحي، كل ما بقى أنا عندي حاجات احتياجات ومشاعر وحاجات غير والباية، يصير، لما بنتها تتجوز، تعمل مناحة، يا ده، ماني يقولك، لأ، لما بينتها تتجوز، تحس إنها كما يت hine contained جابت SAR essay، إنها هيων تحس إنها تمامية COMM出 bases، View In Li sample brought in on my team to cell phone. شكرا